اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تهديدات القتل الموجهة له واستهداف حزب نداء تونس وملف الإرهاب جل هذه المواضيع كانت محور المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي ملف الإرهاب كان أولى المواضيع التي تطرق لها السبسي حيث اعتبر أن تراخي حكومة ترويكا في التعامل مع هذه الأفة جعل من الصعب محاربتها في الفترة الحالية كما أكد على أن التغلب على الإرهاب بجميع أشكاله يتحققوا بالتعاون والتنسيق بين تونس والجزائر مبارك التعاون الموجود الآن بين تونس والجزائر في هذا المضمار وهذا التعاون ما هو شي جديد بالنسبة للحكومة هذه كان موجود حتى بالنسبة للحكومة الماضية التي ستعلمها علىها السبسي رفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة له حول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة واعتبر أن ما يتم متداوله بخصوص هذا الموضوع كان وراء تلقيه مؤخرا تهديدات بالقتل مشيرا في ذات السياق لاستهداف حزبه وقياداته من أطراف عديدة أخيرا لداني حاكم التحقيق مش لازم ندخلوا فيك وشنزئيا لأن الأمور سرية وقال لي عدكش أعداء والله يم في بل أنا على كل حاج ماني عدو حتى حاج قليلا وهذه البلوغات خطة باب تحالفات حزبه والأحزاب الأخرى وحسب السبسي يبقى مفتوحا نافيا عقد أي صفقة مع حركة النهضة خروج الحزب الجمهوري خلف فراغا داخل الاتحاد من أجل تونس ولا مجال الآن للتصريحات التي تمص علاقة الحزبين كان الموقف الأبرز للسبسي الذي أكد أن حزبه سيواصل فرض وجوده على الصحة السياسية رغم العراقيل هذا وقد قال نائب رئيس حزب نداء تونس محمد الناصر أن وجود الحزب خلق توازنا داخل الساحة السياسية وقلل من هيمنة الترويكا وأضف محمد الناصر أن حزب نداء تونس ليس حزب الماضي فقط وأنما حزب يعمل على تغيير مستقبل البلاد على حد قوله المرجع نداء تونس هو مرجع مشتركة لشخصيا نشترك في المرجعية لكن إضافة إلى هذا لذا تونس ليس حزب الماضي ليس حزب يبني ويعمل فقط انطلاقا من الماضي وماضي شريف وماضي ممتاز وماضي مرتفع هو كذلك يعمل على تغيير المستقبل تم تسجيل اليوم انفجار لغم جديد بمنطقة سبع بيار بجبل الشعامبي من ولاية القصرين بسبب مرور أحد الحيوانات البرية فوقه دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية وكان قد انفجر مساء أمس لغم بجبل الشعامبي دون تسجيل إصابات وتشهد المنطقة استنفارا أمنيا منذ الأحد الفارط للاشتباه في وجود عناصر إرهابية بالجبل أكد كاتب وعام مساعد النقابة الأساسية لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال خالد ضيف الله مسندتهم للأعوان المضربين عن الطعام في الوزارة بعد عملية التفاوض الأخيرة مع وزير التعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال توفيق جلاصي التي لم تفضي إلى نتيجة الوضعية مش باية ونحن سنواصل إضرابنا حتى يأتي ما يخرب ذلك ويشدوا على يديكم ويكملون زملائنا بيجي يكملوا الإضراب ويواصلوا الإضراب رغم وضعيتهم المتردية لا يزالوا أعوان وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال مصرين على مواصلة إضراب الجوع للمطالبة بحقهم في الإدماج إضراب وجوع دخلوا فيه الأعوان منذ الاثنين الفارت وهددوا بالتصعيد في حال عدم استجابة الصلة المعنية لتسوية وضعيتهم يضرب جوع من يوم الاثنين وثمانية زملائي ديون البريد وخمسة وعشرين واحد لتسوية تونس من ستة وتسعين نحن نستنعوا في الإدماج مطالبنا كل ما يجي وزير وكل ما يجي وكل ما يجي وكل ما يجي إدارة جيدة نقدم المطالب وبعد يمشي ما يصير شيء صحابي ثلاثة البرحة معناتها مسيكن نفقد فيهم تعبين برشة ثلاثة واحد منهم هزيتوا سامي وطالبين حقنا ورغم اجتماعي أعضاء النقابة مع وزير التعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المواقع التوفيق الجلاسي صباح اليوم لا تفاوض حول وضع حد لأزمة المضربين إلا أن هذا التفاوض لم يفضي إلى نتيجة حاجة رسمية موصلنا حتى شيء وعود كما الوعود السابقة واذكر السيد الوزير اللي هو معناه متحمل المسؤولية وإن شاء اللي يكون في المستوى ولكن ما شفنا حتى شيء كتابيا ولا شفاهي ما شفنا حتى شيء أحنا ما زلنا ننتظره الأجوبة هذه ما رضتش الزملاء كان سواء المضربين ولا المعنيين بالأمر المؤسسة الوحيدة ألا المسؤوليات لا تسندوا لأبناء المؤسسة برغم كفاعتهم وبرغم الهوغراد متحم رغم كل شيء المؤسسة هذه تستورد من الخارج مطالب الإدماج وتسوية الأوضاع المادية لم يكن مطلب عواني وزارة تكنولوجيا المعلومات ولا تصالف حسب بل مطالب نسمعها اليوم في العديد من القطاعات والوزارات قررت دائرة الاتهاب بمحكمة الاستانف بتونس الإفراج عن المستشار السابق لبن علي عبدالعزيز بن ذياء مع مطالبة بتأمين مبلغي مائتين وعشرة ألاف دينار بحساب سبعين ألف دينار عن كل قضية وعددها ثلاثة مقابل الإبقاء عليه في حالة سراحة في قضيتين مع إلزامه بعدم الظهور في الأماكن العامة كما قررت دائرة نفسها إحالته على الدائرة الجنائية العسكرية في القضايا الخمس ويشار لأن قاضي التحقيق العسكري كان قد أحال بن ذياء من أجل ما نسب إليه من تجاوزات مالية وخرقا للإجراءات القانونية واستغلال نفوذ حسب أحكام الفصل السادس والتسعين من المجلة الجنائية ندد أصحاب مراكز التنشيط السياحي بولاية نابل من قرار الغرفة النقابية للقطاع بتقسيم الوحدات السياحية بين المهنيين مما عطل مصالحهم وأضر بنشاطهم هذا وطلب أصحاب مراكز التنشيط السياحية بإلغاء قانون تقسيم الوحدات السياحية والالتزام بما جاء في كراس الشروط المنظم للقطاع قرار أضر بمصالحهم وعطل أنشطتهم هكذا وصف أصحاب مراكز التنشيط السياحي بولاية نابل قرار إعادة تقسيم الوحدات السياحية بين المهنيين الذي لا يخدم على حد قولهم سوى أطراف الغرفة النقابية مطالبين بإلغاء هذا التقسيم قطاع هذا ياي بالنسبة لنا في ولاية نابل اللي عندنا التقسيم النزل اللي هو ذر برش ناس وذر أحنا وحطمنا وردنا في الإفليس ونطلبه من عند سيد الوالي اللي هو إن شاء الله يتفهم الموضوع هذا ياي جديد ويحب نحل لنا هالتقسيم هذا يا ونسكول نختمه في أوت 2013 خلفت قرار السيد الوالي اللي قل لي معنات هالتقسيم وكذا مشيت عملت عقد مع النزل لأني ضربوا لي سايحة ضربوها بسلسلة متحديد كسروا البلار على وجه ونتعد أنا أمام القضاء يوم 26 أو 27 أوت معناتها نتعدى أمام القضاء ونصفني القضاء بعدم سماع الدعوة تقسيم الوحدات السياحية شل حركة نشاطهم وعطلها بل أصبح جلهم يشتكي من ظروف اجتماعية صعبة ومن ديون متراكمة بسبب غياب حرية التعاقد مع النزل حسب كفاءاتهم وجودة خدماتهم كنا نتعاول مع النزل ومع وكلات الأسفار تتعاقد معها حسب كفاءاتك حسب خدمتك حسب الجودة متاعك سيد الوالي يفرض علينا تقسيم وأنا منلومه سيد الوالي لأنه من الغرفة النقابية بتاعنا اللي هي غلطة سيد الوالي اللي هي قسمة كما نقوله مرش كعبة قدتوا قسموه على كيفهم هم أربع وخمسة وقت لا يأخذوا احنا نأخذوا تيل ما يخدمش بكل ما نخدموش الموسم الثالي الثالث على التوالي على التوالي ونحن قاعدين ما احناش نخدموه وصلنا للسفر للسفر معنتها فهمت الحل هو أنه سيد الوالي يعجل في جلسة استعجالية فالأمر هذا يلغي تقسيم المخالف لقانون المنافسة والأسعار وقانون هذا التقسيم هذا مخالف لمجلة العقد والاتزامات وخلينا نخدمه بحرية كغيرها من الجهات لم تشهد ولايتنا بالانتعاشة سياحية كبيرة خلال السنوات الأخيرة ممن عكس على الوضعية الاقتصادية لأصحاب النزل والمشاريع السياحية وزادها مشاكل القطاع تدهورا في صفحتنا العالمية وفي لبنان قتل صباح اليوم نحو خمسة أشخاص ووصيب أربعون آخرون في انفجارين متزامنين وقعا قرب مقر المستشارية الثقافية الإيرانية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ردا على قتال حزب الله في سوريا هزت تفجيران متزامنان صباح اليوم الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت انفجاران تبنتهما كتائب عبدالله عزام في إعلان لها على حسابها في تويتر على غرار تبنيها معظم التفجيرات السابقة التي استهدفت مناطق تعد معقلا لحزب الله الهجوم المزدوج نجم عن تفجير سيارة مفخخة ودراجة نارية قرب مقر المستشارية الثقافية الإيرانية في منطقة بيرحسن وأوقع نحو خمسة قتلى وأربعين جارحاً فيما أشارت بعض المصادر إلى أن الهجومين نفذهما انتحاريان وذلك بعد أن عثرت فرق الإسعاف في موقع التفجير على أشلاء يعتقد أنها تعود للمهاجمين وجاء هذا الهجوم بعد أيام من تشكيل حكومة جمعت معظم الأطراف السياسية في البلاد وذلك في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة السورية على لبنان خاصة على الصعيد الأمني ويذكر أن بعض المناطق في لبنان لا سيما الضاحية الجنوبية تعرضت في الأشهر الأخيرة لسلسلة من الهجامات الانتحارية طالت أحدها مقر الصفارة الإيرانية في بيروت الواقع على مقربة من هجوم اليوم وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر لا أكد الأحد الماضي أن حزبه سينتصر في معركته مع ما أسماه الإرهاب التكفيري في سوريا واصفا هذه المعركة بالاستباقية حتى لا يشتاح هذا الإرهاب لبنان على حد تعبيره أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان مساء أمس توصل لتسوية بشان الأزمة الناجمة عن دعوة جماعتان مسلحتان تدعيان الصواعق والقاقعة لأعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام بالاستقال وتسليم السلطة في غضون خمس ساعات وأكد زيدان في تصريح مقتضب للصحافيين أنه تحدث مع مجمعات الصوار السابقين ومع الأمم المتحدة والمؤتمر الوطني العام وتم توصلوا إلى التسوية مشددا على أن الحكومة قد انتصرت لكنه لم يقدم أي إضاحات حول طبيعة هذه التسوية انتهى هذا المساء وتوصل الجميع إلى تفاهم وغلبت الحكمة وهدئ الأمر وأنا متأكد أن المؤتمر الوطني العام سيكون عند المسئولية وسيحقق ما يريده الشعب الليبي دون إكراه ودون إرغام هذا ما أبداه السادة الأعضاء وما أبداه السيد رئيس المؤتمر فنأمل من الجميع الالتزام عمليا بهذا الأمر ونتعاون جميعا من أجله في العراق قتل اليوم نحو ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية عشر أخرون في انفجار سيارة مفخخة قرب مقهى شعبي بمحافظة صلاح الدين العراقية فيما تجددت عمليات القصف المدفعي التي تنفذها وحدات بالجيش العراقي على أحياء في مدينة الفلوجة مستهدفة شارع الأربعين وسط المدينة عقب ليلة ساخنة من المواجهات انتشر فيها مسلحون تحسبا لاقتحام الجيش للمدينة وكان العراق قد شهد انفجار أربعة عشر سيارة مفخخة بين مساء الاثنين وظهر الثلاثاء حصدت أرواح العشرات من المدنيين وسط عجز حكومي عن وقف التدهور الأمنية الذي تعيشه البلاد منذ عشرة أشهر في هذا الخبر مشاهدين نصل إلى ختم نشرتنا نلقاكم في مواعيد إخبارية اللحقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر